من جانب آخر أعلن النطق باسم وزارة الداخلية لو سعد معنا أن شعبة استخبارات نفط صلاح الدين ووفقا لمعلومات دقيقة تمكنت من العثور على مكان لتهريب النفط الخام في خزانة أنابي بخط سحب الأنابيب الممتدة من كاركوك إلى مصفى الصينية وضف أن العملية جاءت بعد تشكيل فريق عمل حيث تم العثور على أنابيب بلاستيكية بطول 75 مترا تجري من خلالها عمليات التهريب ترجمة نانسي قنقر